نسألك كيفش المشاريع الناجحة تبدأ؟ كيفش العلاقات الناجحة تبدأ؟ كيفش الصداقات الناجحة تبدأ؟ الجواب بسيط عن طريق التواصل أو الكميونيكاسيون نسألك عو تاني كيفش المشاريع الفاشلة تبدأ؟ الصداقات والعلاقات الفاشلة تبدأ؟ الجواب بسيط عو تاني عن طريق التواصل حيث الناس يصحبهم بلا ما يتواصلوا بالطريقة الصحيحة بلا ما يعبروه على المشاعر ديالهم بلا ما يكومينيك يوم زيان غيوصلوا الهدف ديالهم والعلاقات ديالهم مع الناس غتكون ايجابية وهذا غلط كبير لان التواصل مهم جدا ومني كنقول التواصل ما كان عنيش بيه غير الهدران اللي كتخرج من فمك لا كان انواع كتير ديال التواصل كان التواصل اللفضي والغير اللفضي انا غنشرح لكم زيان شنو كان عني بهذا شي فاليوم غدي تعلم ربعة ديال المهارات ديال التواصل اثاثية في الحياة ضروري خسك تكون كتقنها المهارة رقم واحد هي الاتصال بالعيون او الاي كونتاكت الى اللحظة يبقى على الافلام والمثلثنات كيبينه لك واحد البنت اللي كتبغي واحد دري وما زالك الدري ما قال لها التكلمة غير الطريقة اللي كيشوف فيها خلتها انها تولي تبغيه وهذا شي كينتف ارض الواقع تنقول لك شي بتجربة زعمة ماشي يعني طريقة اللي كتشوف فيها في الواحد كتبين على الشخصية ديالك لان بزافد الناس مكيقدروش انهم يبقوا ويشوفو فيك لان ما عندهمش الشجا الكافية كيمرقو كيحشمو فتخير راسك كتعاود شي حاجة لصحابك شي حاجة اللي مهمة بالنسبة لك والتوحد ما كيشوف فيك كل شي مثلا هز التليفونه وانت كتعاود فكيفاش غادي تحس براسك طبعا تحس بواعد احساس اللي سلبي بزاف يعني ذاك الشوفة ديالك في الانسان مني كتشوف فيه كتعطاه الاهتمام كتبين له بانه راك مهتم بذاك شي اللي كي يقولك راك مهتم بالوجود دياله وكين واحد ما قوله مشورتي يقولك الاعين نافذة والروح يعني غير من العين الانسان يمكنك تعرف ذاك الانسان كيفاش كيفكار فاش كيفكار يمكنك علي تقرأ الافكار ديالك وهذه حقيقة يعني من يكون واحد الانسان كي يهضر معاك حاول انك تشوف له في عينه وتبيل له بانك ما يتم به وما يتم داك شي اللي كي يقولك المهرة راقم جوج هي انك تبتسم دحك يا صاحبي ما تبقاش مخنزر لان بزاف الناس عندك المعتقد بان الرجولة هي انك تكون بحال شي روبو ديما دياله بحلقة ديما مخنزر وهذا غلط الراجل يمكن له يعبر على المشاعر دياله غير هو يعبر عليهم بالطريقة المناسبة في المكان المناسب في الوقت المناسب وصافي خسكي غير تعرف تعبر على المشاعر ديالك وتضحك بتاسمه صاحبي علش الناس في نظرك غير ينجدبوا لك وغيروا يكونوا معاك الي كنتي ديما مخنزر ديما ديما دير هكا ديما متشائم لا ضحكة صاحبي انا ما تنقول لك ش تفاكد ديالك مش يضحكة مزيفة لا كون اوثنتيك كون انت هو انت ما تحاولش انك تبين واحد الصورة اللي غالطة على نفسك بانك زعمان ترك ديما مخنزر وديما سيريو لا بتاسم مني كنقول لك بتاسم ما كنعنيش بها انك غتبقى ديما ضحك لا حاول انك تعرف فوقها شخصك تبتاسم وفوقها شخصك ما تبتاسمش ولكن ضروري يخلي البتيسامة في فمك ضروري استعملها لانه الى عرفتي تستعمل هذه المهارة هذه فحياتك غدي تتغير الافضل كل متأكد منها المهارة رقم ثلاثة هي انك تعلم تعبر تعلم تعبر على الافكار ديالك على المشاعر ديالك ذك الشي اللي غادي نقول لك دابة يقدر ما يعجبكش ولكن الرجال ما كيعرفوش يعبرو العيالات كيعرفو يع يعبرو كتر من الرجال على المشاعر والاحاثيث دياله ففوق ماشي راجل ومراك يدخلو في شي نقاش في شي ارقومان في شي جدال للمرأة ديما كتربح علاش حتيش كتعرف تعبر على المشاعر دياله على الافكار دياله طورات هذه المهارة هذه منين كانت صغيرة الرجال ما كيطوروهاش ويجيبوها في راسهم فاللخر فحاول تطور هذه المهارة هذه هنقول لك واحد حاول انك تطيرها منين تدخل في شي جدال حاول انك تعبر على المشاعر ديالك غتقول هاي انا راني كنحس بكادة وكادة ذاك شي اللي قلتي خلاني نحس بكادة وكادة ديما حاول تعبر على المشاعر دياله مني غتتتعلم هاد المهارة هذه وغتقول لك تعرف تعبر على المشاعر ديالك والاحاسيس ديالك غيولي الانسان كيقدر انه يشوف المشكل من نظره ديالك انتايا وتقدر ذاك الساعة بتربح الجدال او للنقاش المهارة الاخيرة رقم 4 هي انك تعلم ما تبقاش هدر غير على راسك لانا بثاف الناس كيبغيوا يبقى ويضرغوا على راسهم انا درت انا فعلت غان مشي لنا غاندي لنا بتبقي ان Owen يضرغوا على راسه ومتي اعطيش الانسان الاخر لوقت باش انه يضرته هو على ذلك شي اللي كيدير على فاشكي فكر على الاحلام ديالي على ذك شي اللي يبغي ياوصل له هو كيبقية يضرغى على راسه غير على الراسها أنا 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 فالانسان الااخر كينفرمنو كيعيا... فحاول انك بكامっちゃ يضرغير على راسك وت obtبط للناس الاخرين حاول انك ترد تزنه توازن حد تطع عليهم اسئلة ومشي او تثنين دير�로 accommodate يقول لك أن ترحل الأسئلة و يقول لك أن ترحل الأسئلة و يقول لك أن تقول لك شيئًا على راسك هذا لا يوجد هذا لأنه يكون شخصاً يكون واحدَ توازن يكون اضافة على راسك قليلاً و يسأل الإنسان لكي يُعطيه الفرصة أن يكون يتكلم و يهضر على راسك هذا سيجعله يكون مرتاح كثيرًا وهو معك فإذا كانت الفيديو و مفيداً و نتأكد بأن عجباتك ترتجع مع صحابك و ترسل الى شئنا تعلق اشتركوا في القناة